اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تحديد عدد الركاب على تطبيقك الخاص اندرايف اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على هذه العالمة في الأعلى ثم نأتي إلى نافذة أو سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالضغط على الصفر ثم نأتي إلى نافذة الصفر في هذه النافذة الخاصة هنا ثم بعدها سوف نقوم بالنزول نضغط على عدد الركاب ثم في هذه النافذة سوف تقوم باختيار عدد الركاب الخاص بك في هذه النافذة الخاصة وبعدها تقوم بالانتهاء تضغط على تملي يتم تحديد عدد الركاب على تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه اتنسى الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله